اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرامة في قناة مناجم المعرفة اليوم سنحدثكم عن موضوع شيق وممتع فهي بنا اعرف على عشر حقائق ومعلومات نادرة عن حياة ليونيل ميسي ليونيل اندريس ميسي او ليو ميسي رقميا هو افضل من لمس الكرة واكثر من توج بجوائز فردية في التاريخ ومن اكثر من فاز بالالقاب الجماعية ايدنا ولكن هل يعرف اكبر عشاق ميسي كل شيء عنه ام ان هناك بعض الامور لا زالت غامضة عن الملك صغير في هذا الفيديو سنتعرف على عشر حقائق ومعلومات نادرة عن حياة الاسطورة الذي يعتبر من بين الابرز على مر تاريخ الكرة واحد ايطالي الاصل واسرته متواضعة تنحدر عائلة ميسي من اصول ايطالية فقد هاجر جده انجيلو عام 1883 الى الارجنتين من بلدته ان كنا بحثا عن العمل عائلة ميسي كانت تعاني من الفقر فقد كان والده خورخي عاملا بسيطا في احد المصانع اما والدته سيليا فقد كانت عامل نظافة اثنان زعيم ثوري وزعيم كروي قد تكون من مصادفات القدر ان يكون ميسي من نفس بلد المناضل الثوري تشي جيفارا فكلاهما ولد في روزاريو فكانت مدينة ولادة زعيمين احدهما ثوري والاخر كروي وقد غير كلاهما التاريخ في مجاله ويعتبر ميسي ومارادونا وجيفارا اكثر ثلاثة رموز ارجنتينية شهرة في التاريخ الحديثي ثلاثة كاد يعتزل مبكرا كشف الاطباء عن اصابته بمرض نقص هرمون النمو وهو في سن الاحد عشر عاما ولم يستطع والديه توفير الرعاية الطبية التي كانت تبلغ تسعمائة دولار شهريا ولكن ادارة برشلونت انتبهت الى موهبته فسارعوا الى التكفل بعلاجه ونقلوا عائلته بالكامل الى اسبانيا وعندما كبر ميسي رد الدين لبرشلونت على اكمل وجه اربعة منديل يساوي مئتان وخمس مليون ذات يوم ذهب احد كشاف برشلونت الى الارجنتين في محاولة منه لدعم اللامسيا بالمزيد من المواهب فشاهد مباراة كان يشارك ميسي بها لم يستطع ان يتمالك نفسه وعلم انه اذا انتظروا ساعة اخرى سيضيع هذا الموهب فاخرج منديله من جيبه وكان منديل طعام لاحد المطاعم وكتب عليه نصوص عقد وابرم التعاقد سريعنا واليوم هذا المنديل وضع في برشلونت ما يساوي مئتان وخمس مليون يورو خمسة قال لا لاسبانيا في عام الفان واربعة تم عرض الجنسية الاسبانية على ميسي ليلتحق بمنتخبها ولكن رد ميسي كان بسيط جدا لا فقد كان حلمه الاكبر ان يلعب بقميص منتخب بلاده ويحقق البطولات هناك ولكنه لم يكن يعلم انه سيأتي يوم يقال فيه ميسي لا يحب الارجنتين ستة نزل ليلعب للمنتخب فطرد كما هو الحال في امريكا الجنوبية دائما يعتبر اللعب للمنتخب شرف لا يعادله شرف وكان حلم ميسي من الطفولة ان يلعب لمنتخب بلاده وعندما حانت اللحظة اراد ان يثبت للجميع انه مرادون جديد ولكن كل شاء اذا ذاد عن حده انقلب لضده حماس ميسي الذائد جعله يغادر المباراة التي كانت امام المجر مطرودنا بعد 47 ثانية فقط والغريب انها حالة الطرد الوحيدة في تاريخ ميسي سبعة عشقه وصل حد الجنوني تقديرا لانجازاته الكروية وسحره الذي لا يوصف قام صانع مجوهرات ياباني بصنع قدم طبق الاصل للقدم اليسري لميسي بما في ذلك التجاعيد والاوعية الدموية في باطن القدم وقد استخدموا في صناعتها 25 كيلو جرام من الذهب الخالص وعرضت للبيع في مزاد مقابل 5 مليون دولار وعاد ثمنها الى ضحايا الزلزال ثمانية مثله الاعلى غريب لكل شخص في الحياة مثل اعلى يقتدي به وكان من الطبيعي ان يقتدي ميسي بما رادون اسطورة الارجنتين ولكن هذا لم يحدث فميسي كان يتخذ الساحر الارجنتينية ايمار مثلا اعلى له وكان يتمنى ان يلعب معه ولو مباراة واحدة وتحقق حلمه في منتخب الارجنتين ومن اكثر اللقطات المؤثرة ذهاب ميسي الى ايمار بعد مباراة برشلونة وبنفيكا وطلبه قميصه تسعة الجوائز الفردية لا تعنيه قد تكون حياة ميسي مليئة بالمواقف التي تبرهن على حسن حظه ولكنه يصادفه سوء حظ غريب رفقة المنتخب فقد خسر ميسي اغلى بطولتين خلال عام ميلاد واحد فقط الحديث هنا عن كوبا امريكا وكأس العالم ولو كان توجبه ما لا اصبح وبدون ادنى جدال افضل لاعب في التاريخ ولكن بعد انتهاء نهائي الكوبا كان من المقرر ان يحصل ميسي على لقب افضل لاعب في البطولة ولكنه رفض وعلل على ذلك قائلا لم نفز بالبطولة اذا هي لا تساوي شاء لو كان الامر بيدي لا اعطيت مؤلف هذه الشائعة جائزة الاسكار فهي اكثر اشاعة تصديقنا في تاريخ الكرة فقد انتشر خبر لا زال البعض يصدقه يفيد بان ميسي تبرع للكيان صهيوني بمليون دولار وقت قصف الاحتلال لقطاع غزة ولكن ميسي خرج ليكذب الخبر على صفحته على الفيسبوك وعلق بعدها قائلا انا ابو واعلم معنى الابوة ولا يمكنني المساهمة في اي نزاع ينتج عنه قتل اطفال اشتركوا في القناة